ما زالك نسمعوه وغد نسمعو مئات من قصص الواقعية تقشعر لها الابدان في الكارم والشعامة وتضحية قبل واثناء وبعد وقوع الزلزل بالمغري عذا مرة مع قصة للعايشة صاحبة المقولة أنا فقرة هي ولكن مشي متسويلة واحد نهار من الفصل الخريف العام الماضي كانت واحد مجموعة ديلة سبعة البنات دير الرحلة في ويركان بالاطلس الكبير بعيدة على الزلزل باربعين كيلو متر ومن اللي سألو جولت ديلهم كي صادفوا واحد سيداء مزغية كبيرة في السن كطرع الماضي وكتغني أغاني حزينة حبوها وبغاوا يتكلموا عها قبل تناقش معهم ومن بعد عرضت عليهم يشربوا أتي في دارها اللي كان فوق واحد جبل حطت ليهم أتي الخبزي للدار أملو لحسل على طابلة صغيرة اللي بنات صدموا من الكارم المرأة العجوز مهم غضروا وضحكوا شوية الشمس بدت في الغروب ومخارجين جمعوا لها الفين درام بغاوا يتعاونوا معها لكن للعيشة كتصدمهم بالرفض وقتلهم أنا نقدر نكون فقرة ولكن مشي متسويلة أنا مدرت غير الواجب كيف مكان جدودنا كيدير في القديم لهو إطعام المسافرين داس الأيام حتى 9 سبتمبر 2023 من اللي تحرك المغريب بسبب الزلزال واحدة من دوك البنات أول ما سمعت الخبر تفكرت للعيشة صاحبة الكارم وما دام في الضوار ما عندها اشتدفون قررت تمشي الويركان وتقطع ديك المسافة طويلة وضرب ديكتورو قان بنشجار باش تشوفها واش بقى في الحياة كتوصل الضوار كتلقى كل شي تدفن ديور معاز مشاد قلسات في واحد الصخراء وكتفكر وقلبها كيضرب خوفا من موت الملاك الأرضي للعيشة وهي في هدلحالة كيوقف عليها واحد السيد عنده ديك 60 عام قال ليها بيناع لك انتي بشي من هنا جاوباتو قال تليعي أنا جيت نشوف يك موقع لشي حاجة للعيشة قال ليها كل شي مشا ضارها والغنم لكن للعيشة بقى في الحياة من حص الحظ أنها كانت عند بنتها ضار تحت الجبل وفرحات من اللي سمعت الخبر وبشرات ابنات اللي كانوا معها وقروا يجمعوا لها الفلوس ويبنيوا لها ضار ويشيروا لها المعاز والنعاج